أعد لنستطلع الوضع الأمني من الخرطوم ينضم إلينا الصحفي عمار أبو شيبة عمار مرحبا بك نستطلع منك الوضع الأمني الآن عقب هدنا من جانب واحد أعلن عنها أول أيام عيد الأضحى أهلا بك حسين وأهلا بالمشاهدين الكرام نعم حسين منذ الساعات الأولى من هذا اليوم عدد من الاجتباكات وقعت في عدد من جبهات القتال في العاصمة الخرطوم وفي عدد من أحيائها الشرقية والجنوبية كنا نشاهد طلعات جوية مكثفة للمقاتلة الحربية التابعة للجيش السوداني التي كان لها نصيب الأسد من خلال هذه المعارك وقصفت بحسب عدد من المصادر العسكرية عدد من التمركزات لقوات الدعم السريع في عدد من الأرجاء وعدد من الأحياء في الشرق وجنوب العاصمة الخرطوم كأحياء بوري والغاردين سيتي وأحياء الرياض والمعمورة قبل اللحظات من هذا المباشر أيضا سقطت عدد من المغذوفات هنا في جنوب العاصمة الخرطوم لم نتبين بعد عن بنك الأهداف التي أصابتها هذه القذائف حتى اللحظة صباحا أيضا عدد من الهجمات الجوية حسين كانت في مدينة أمدرمان خاصة في أحياء أمبدة والمنصورة في غرب وجنوب مدينة أمدرمان في وسط العاصمة الخرطوم في فترة الظاهرة استمعنا إلى دوي انفجار هائل وشاهدنا الدخان يتصاعد بشكل كثيف هذا الانفجار كان أيضا هو السم الأبرز نهارا باعتبار أنه هز الأرجاء ولم تعتاده الأذن أو لم نعتاد أن نسمع مثل هكذا انفجارات عنيفة طوال فترة الحرب في الفترة الماضية اليوم كان يوما ساخنا في عدد من الأرجاء وحتى قبل اللحظات كانت تستمر الرشقات المتبادلة ما بين الطرفين هذه المعارك حسين فتحت في عدد من الجباهات ما يعني توسيع دائرة القتال بشكل مباشر مدينة بحري أيضا كان لها نصيب من هذه المعارك شمال المدينة كان هناك عمليات قصف جوي ومدفعي على عدد من التمركزات والأهداف طيب هذا فيما يخص العاصمة الخرطوم عمار وردتكم أخبار عما هو أبعث يعني هناك تحركات اليوم على ما يبدو بأنها يعني بين قوات مني أركم الناوي جبريل إبراهيم الفاشر وإن كانت جغرافيا المكان بعيدة ولكن بحسب متابعتكم والأخبار التي تصلكم لا بد أن أمر على هذا الموضوع ثمت أخبار في هذا الشأن عمار نعم حسين عدد من المعلومات وردت قبل لحظات رغم أن إقليم دارفور نعاني ويعاني فيه السكان بشكل واضح من عملية التواصل والاتصال خاصة الجنينة والفاشر وعدد من المناطق الأخرى أيضا تعاني من هذه الأزمة مع عدد من الأزمات الأخرى الإنسانية والكارثية عدد من المعلومات التي وردت قبل ساعات بعمليات اشتباك ما بين القوى المشتركة والدعم السريع في سوق الفاشر بالأسلحة الثقيلة تابعا ذلك من خلال عدد من المعلومات الشحيحة التي وردت من هذه المنطقة هذا الإقليم يشتعل بين فترة وأخرى وبين ولاية وأخرى ما يعني أن جبهات القتال سواء كانت شرقا أو في وسط السودان أو غربا عفوا تستمر بين فترة وأخرى وتدرح القتال في عدد من المناطق وهذا بشكل واضح يشير ونحن نمضي في الشهر الثالث من عمر هذه الحرب إلى عدة مفاهيم عسكرية أن نتساع دوائر القتال وبشكل واضح ما يعني استمرار المعارك في عدد كبير من المناطق وربما طوال الفترة الزمنية لهذه المعارك طيب بأقل من دقيقة عمر أسألك عن الوضع الصحي والطبي يعني كلما كنت معي أسألك عن هذه النقطة باعتبار أن الكثير من الناس يحتاجون الرعاية الصحية نعم حسين الوضع كما نقول دائما أنه كلما ازدادت الحرب يوما تأخر الوضع الصحي عدد كبير من خطواته إلى الوراء وهذه الخطوات المتراجعة بفعل عدة إصابات وبفعل عدة ربما اشتباكات جرت في عدد من المناطق الطبية والمستشفات الطبية وأيضا تحويل عدد من المستشفات الطبية إلى ثكانات عسكرية بحسب عدد من التقارير التي نشرت نشاهد ذلك أيضا من خلال كثير من المرضى الذين التقينا بهم من خلال عدة جولات نقوم بها ما بين فترة وأخرى مثلا بالأمس كنا في عدة جولات في أحياء شرق وجنوب العاصمة الخرطوم تحدثنا إلى عدد من السكان ماذا عن وضعكم الطب والصحي أشاروا إلى أنهم مالوا الآن وأصبحوا دائما يبحثون عن خيارات أخرى إلى الطب الشعبي والطب البديل في هذه المناطق وزارة الصحة كانت تتحدث في أكثر من مرة بأن عدد من المستشفيات الكبيرة خرجت من الخدمة ولا تقدم الرعاية الفائقة ذات العناية المكثفة لعدد كبير من المرضى هناك تقارير تتحدث من اليونسيف عن أن أكثر من 13 مليون طفل في السودان يعانون من عدد من الأمراض وأصبحت الحرب مهددا لحياتهم بشكل كبير مرضى الفشل الكلاوي أيضا ومرضى الأمراض المزمنة والقلب والأمراض الخبيثة والأورام جميعهم يعانون من خلال هذه الحرب وباعتبار أن الوضع الصحي لا يستطيع أن يشملهم برعاية فائقة وكما هي مطلوبة شكرا جزيلا لك من الخرطم صحفي عمار أبو شيبة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر